اشتركوا في القناة من تلفزيون الجزائر والمستهل وفي المستهل يحتضن ملعب خليفة الدولي بداية من الساعة الثامنة ليلا مباراة إسبانيا واليابان لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة الموجات من المنتظر أن تكون قمة في الإثارة والتشويق من أجل حسم إحدى بطاقتين العبور نحو الدور المقبل معطيات المباراة في تقرير وليد غريبية موقعة إسبانيا واليابان التي سيكون استاد خليفة مسرحا لها كان بالإمكان أن تكون نهائيا لتحديد صدارة المجموعة الخامسة لو حسم المنتخبان تأهلهما في الجولة الفارطة غير أن تعادل المتادور مع ألمانيا وسقوط الساموراي أمام كوستاريكا أجل الحسم في هذه المجموعة وجعل كل فريق مطالبا بالفوز لضمان تأشيرة العبور إلى الدور المقبل بطل العالم لسنة 2010 بعدما بدأ المنافسة بقوة عندما ضرب الشباكة الكوستاريكية بسبعة أهداف كاملة جعلت المتابعين يصنفونه ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب وكان على وشك حسم التأهل من المباراة الثانية لولا أن الماكينات الألمانية رفضت الاستسلام المبكر أشبال لويس أنريكي بحاجة إلى نقلة التعادل أمام اليابان لضمان التأهل والفوز لحسم الصدارة دون انتظار نتيجة المباراة الثانية بين ألمانيا وكوستاريكا شاهدنا المباراة بين اليابان وألمانيا اليابان فريق يلعب بشكل جيد ومنظم للغاية ويملكون خط الدفاع قوي لكنهم يتحولون بسرعة من الدفاع إلى الهجوم ويعتمدون على سرعة لعبيهم أعتقد أن المباراة ستكون مشابهة للغاية لأن ألمانيا وإسبانات العبان بأسلوب متشابه على الجانب الآخر المنتخب الياباني الذي صنع المفاجأة في الجولة الأولى بإطاحته بالعملاق الألماني وضع نفسه في موضع صعب بعد خسارته في الجولة الثانية أمام كوستاريكا مضيعا بذلك فرصة التأهل مبكرا وخوض المباراة الأخيرة بأريحية لعبو الساموراي المطالبون بالفوز لتفادي الدخول في دائرة الحسابات سيدخلوا للمباراة بعنوان الخطأ ممنوع مدفوعين برغبة الثأر من الإسبان للخسارة داخل الديار في أولمبياد توكيو ليس من الصعب علي إعادة ترتيب أفكاري فقد مررت في الماضي بتجارب متعددة مثل هذه تفوز في عالم الرياضة في بعض الأحيان وتخصر في أحيان أخرى أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا إعادة التركيز بسرعة وأعرف ذلك من واقع خبرتي ولذلك ليس من الصعب القيام بذلك سأقاتل بروحي في هذه المباراة من أجل المنتخب الفوز بالمباراة المقبلة هو وسيلتنا الوحيدة لبلوغ المرحلة التالية ليس بوسعنا عمل أي شيء بشأن خسارتنا لمباراة كوستاريكا لكننا سنبذل وقصار جهدنا لأجل الفوز بمباراة المقبلة ضد إسبانيا بين خبرة الإسبان والطموح اليابان موقعة أستاذ خليفة لن تقبل القسمة على إثنين بين فريقين دخلان منافسة بقوة ويرغبان في تدارك التعثر المسجل في الجولة الماضية هذا وأكد مدرب إسبانيا لويس ريكي في الندوة الصحفية الخاصة بالمباراة تشكيلته جاهزة تشكيلته جاهزة فنيا ومعنويا لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من المونديال نريد صدرة الترتيب إنه من المهم أن نواجه الفريق صاحب الترتيب الثاني في المجموعة السادسة إنه أمر ميتالي ومن ثم نواجه في الربع النهائي الفائز في المجموعة الثامنة وسيكون البرازيل الذي يعتبر منافس جيد للغاية ونحن نريد اللعب أمام البرازيل في المقابل قال مدرب اليابان تشكيلته ستدخل المباراة بنية تحقيق الفوز مثل ما فعلت مع ألمانيا في المباراة الأولى ومن ثم تحقيق التأهل لاعبون سوف يتعرضون لذغوط مكثفة في مباراة الغد لذلك يتحتم علينا أن نؤمن بأنفسنا حتى يكون بوسعنا مقتلة المنافس المباراة ستكون هامة ولم يتغير ذلك الوضع حتى في حالة التعادل والآن أمل أن نحقق النجاح وأن نقدم أفضل طريقة ممكنة وأنا واثق بأن النتيجة ستكون إيجابية سأوجه رسالة إلى اللاعبين قاتلوا حتى النهاية لحساب المجموعة الخامسة دائما يلتقي منتخب ألمانيا وكوستاريكا في الثامنة ليلا في مباراة قوية وحاسمة يطمح كل فريق لكسب نقاطها ثلاث من أجل ضمن تأهل وكان منتخب ألمانيا قد عاد إلى أجواء المنافسة بفضل نقطة التعادل التي حققها أمام إسبانيا في الجولة الثانية وهو ما يزيد المباراة إثارة وتشويقا وقد أكد زملاء مانويل نوير أنهم غير مستعدين لمغادرة المونديال وسيضعون كامل إمكانياتهم للفوز في مباراتهم الأخيرة ومواصلة المغامرة نحو الأدوار المتقدمة إلى ذلك قال هينز فليك مدرب منتخب ألمانيا إن فريقه سيسعى لحسم نتيجة المواجهة مبكرا بغية تفادي أي مفاجآة قد تحدث بمرور الوقت وذلك من أجل الضغط على منافسه على البطاقة التأهلية إلى الدور التالي المنتخب الياباني حسنا هذا خطأنا ونحن الآن في هذا الموقف الآن نحن بحاجة إلى القيام بما يمكننا القيام به يتعلق الله مربية لدى على أرضية الملعب ومنحها بمئة بي المئة هذه مسؤوليتنا ونحن بحاجة إلى الأداء وتقديم الأفضل من جانبه المنتخب الكسطريكي الذي يشارك للمرة السادسة في نهاية كأس العالم والثالثة على التوالي لن تكون مهمته سهلة لكن المدرب واللاعبين أكدوا على جاهزيتهم مضيفين أنهم لن يدخلوا المباراة في ثوب الضحية وسيكافحون من أجل تحقيق الفوز في المباراة وتكرر الإنجاز مونديال للبرازيل 2014 عندما وصلت كسطريكا إلى الدور الثمن النهائي ضمن مجموعة ضمت أنذاك منتخبات إيطاليا وإنجلترا والإرقوائي كما تجاوز اليابان في الدور الثمن النهائي ثم خسر في الدور ربع النهائي أمام هولندا بركلاتي الترجيح في مباراة أمس تأهلت منتخبات الأرجنتين وبولندا وفرنسا وأستراليا إلى الدور الثاني باحتلالها أقول المركزين الأول والثاني للمجموعتين الثالثة والرابعة على التوالي على ملعب الريان حقق المنتخب التونسي فوزا تاريخيا على حامل اللقب المنتخب الفرنسي بهدف وحيد وقعه وهب الخزر في الدقيقة الثامنة والخمسين رغم الفوز لم يتمكن سورو قرطاج من تحقيق التأهل إلى الدور الثاني بسبب فوز أستراليا في المعجهة الأخرى للمجموعة على الدنمارك بذات النتيجة وتأهله في المركز الثاني تابعت الجماهير التونسية المباراة بعصاب مشدودة طيلة الدقائق التسعين قبل أن تنفجر حناجرها فرحا بالفوز التاريخي على ديكات الفرنسية رغم الإقصاء المر من التأهل إلى الدور الموالي نتابع ديما وقفين معاكم وشجعوكم لأخر لحظة نحب رجال في تيران إكيب ناسيونال تترشح ستة مرات كوبديمونت رأي ما هيش حاجة سهلة يزنكم تكون عندكم الثقة في رواحكم وراو الجمهور ديما معاكم لأخر لحظة قلنا مبعضنا كل يد واحدة وتحية تونس قلنا توينسا خليونا لحمة واحدة نشجعو المنتخب التونسي نقفو مع الإيكيب ناسيونال خاطر تاوى ما ينفع كان ما ينفع كان الإيكيب وتونس نحب يوك زمشيكي ونحب حنبان مرزيكي متخب أستراليا حقق إذن تأهلا صعبا إثر فوزه على نظره الدانماركي بهدف دون مقابل رفعا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني اللقاء الثاني الذي أداره ثلاثي تحكيم جزائري هو غربال وقراري وإتشاعلي بعد مواجات هولندا والإكوادور عادت فيه الكلمة للأستراليين الذين احتلوا المركز الثاني خلف فرنسا بفارق الأهداف وضمن المجموعة الثالثة فشل المنتخب العربي السعودي في بلوغ الدور الثاني إثر خسارته على يد المكسيك بهدفين مقابل هدف على ملعب لوسيل المكتظ بالجماهير السعودية لم يتمكن الأخضر من تحقيق الفوز حيث تلقى هدفا أول في الدقيقة السابعة والأربعين من أنري مارتن ثم هدفا ثانيا بعدها بخمس دقائق وفي الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة وقع سالم الدوسري على هدف السعودي الوحيد لكنه لم يكن كافيا لافتكاك بطاقة تاهل نحو الدور الموالي حيث أقصي وهو ومنافسه المكسيكي بفضل فرق الأهداف الذي خدم المنتخب البولندي موسيقى 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 المنتخبين الأرجنتيني والسعودي حيث في المواجهة الثانية للمجموعة الثالثة ترفق منتخباء الأرجنتين وبولندا إلى الدور الثاني رغم فوز زملاء ميسي على رفقاء ليفاندوفسكي بهدفين دون مقابل بعد تضيع ليونال ميسي ركلة جزائر في الدقيقة التاسعة والثلاثين سجل أليكسيس أول أهداف الأرجنتين عند الدقيقة السادسة والأربعين وفي أضاف جوليان الفارياز الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والستين ليكون مرور الطانجو في صدارة الترتيب بست نقاط من فوزين وهزيمة واحدة هذا ويختتم مشاهدين الدور الأول غدا الجمعة بلعب المباريات الأربع الأخيرة ففي المجموعة السابعة يوجد المنتخب السويسري في أفضل رواق لمرافقة المنتخب البرازيلي نحو الدور القادم وذلك عندما يلاقي ناظره السربي قراءة في معطيات المجموعة ضمن تقرير بلالبناري في حوار أوروبي لاتيني يلتقي منتخب الأرجنتين وبولندا في ختام مباريات المجموعة الثالثة وبعد تعثر الألبي سيليستي في أول مباراة ضد السعودية حامت الشكوك حول حضوض الأرجنتين في هذه المجموعة الصعبة لكن أبناء الطانجو أعادوا في الجولة الثانية وفازوا على منتخب المكسيك في مباراة ملحمية كان الأسطورة ميسي بطلا لها فوز أعاد الأرجنتين للمنافسة بثلاث نقاط كاملة جعلته في المركز الثاني ويكفيه الفوز على بولندا من أجل ضمان تأهل وتفادي أي حسابات قد تخرجه من سباق المنافسة في المقابل المنتخب البولندي صاحب المركز الأول بأربع نقاط كاملة يبحث عن الفوز أو التعادل ضد الطانجو الأرجنتيني لضمان التأهل إلى الدور القادم عودة ليفاندوفسكي القوية في الجولة السابقة سترفع من معنويات البولنديين لحسم موقعة الأرجنتين مباراة ستكون مثيرة بلا شك كيف لا وهي تمثل صراعا كرويا أزليا بين الكرة الأوروبية واللاتينية اللاتينية إذن المنتخب البرازيلي ضمن كما ذكرت تأهله إلى الدور الثاني في المجموعة السابعة حيث كما ذكرت يوجد المنتخب السويسري في أفضل رواقا للحاق به ضمن هذه المجموعة عندما يلاقي سربيا وعشية هذه المباراتين الأثنتين عن هذه المجموعة نستمع لأبرز ما جاء في الندوة الصحفية للمنتخب البرازيلي منتخب جيد جدا أعتقد أنه كان الجانب الأفضل في مباراته الأولى ضد سويسرا إذ هيأ عددا أكبر من الفرص ثم واجه صعوبات بعد أن سجل المنتخب السويسري هدفه لعبت ضد عددا من لاعبيه ولذلك عرف القليل عنهم إذن نعود إلى معطيات مباريات المجموعة السابعة التي تضم كل من البرازيل والسويسرا المرشحة كما ذكرت بقوة للحاق بمنتخب السامبا عندما تواجه المنتخب السربي ونتابع قراءة في معطيات هذه المجموعة ضمن التقرير بلال بيناري أو قبل ذلك ليلى ربما نعود إلى تقرير بلال بيناري حول المجموعة السابعة كما ذكرت التي تضم البرازيل الذي ضمن تأهله إلى الدور المقبل بالإضافة إلى منتخبي سويسرا وسربيا الصراع على البطاقة الثانية في المجموعة السابعة سيكون على شده بين منتخبات سويسرا والسربيا في مواجهة مثيرة بينهما والمنتخب الكاميروني الذي يواجه متصدر المجموعة والمتآهل سلفا منتخب البرازيل وصيف المجموعة المنتخب سويسري يحاول الحفاظ على وصافته للحاق بركب المتآهلين إلى الدور السادس عشر ولا خيار أمام أشبال المدرب موراثياكين سوى الفوز والتعادل على الأقل أمام منتخب سربيا المتشبت بأمل التأهل وخلط الأوراق بفوز أمام سويسرا وهزيمة المنتخب الكاميروني أمام منتخب البرازيل فأشبال دراجان ستوكوفيتش يدركون بأنها آخر فرصة للعبور بعد أن ضيعوا نقطتين في الجولة الماضية أمام الكاميرون فوز سويسرا بالمواجهة يضعها مباشرة في الدور المقبل أما التعادل فيعتمد على نتيجة مباراة الكاميرون والبرازيل فيما الهزيمة تمنح الفرصة للمنتخب السربي لمنافسة المنتخب الكاميروني الباحث بدوره على صنع المفاجأ والتأهل إلى الدور السادس عشر أمام منتخب البرازيل الذي حسم أمور التأهل في الجولة الثانية وهو ما يجعل المدرب تيتي أمام خيار تدوير التشكيل ومنح الفرصة لبعض اللاعبين ومنح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم نشاهدهم مع نوع من التحفظ بعدما شاهد درس المنتخب الفرنسي ومهما كانت التشكيل التي يلعب بها المدرب البرازيلي فلا خيار أمام المنتخب الكاميروني غير الفوز وبنتيجة تقيلة تسمح له بالتفوق على منتخبي سويسرا وصربيا في حال الاحتكام إلى فارق الأهداف أشباله غيغوبير صونغ يعويلنا على أشباله هذه على طريقة ليلة غيغوبير ونتابع الآن مشاهدين مباريات اليوم الأخير من الدور الأول ضمن المجموعتين السابعة والثامنة على هامش بطولة كأس العالم في فقطر الفين واثنين وعشرين قال عضو لجنة الدراسات الفنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم ألبرتي زاكيروني أنه سيتم إصدار توصية تحث أكاديمية الكرة على تشجيع لعبها الصغار على المبادرة بالحلول الفردية والمراوغات الفنية أثناء المباريات وتأتي توصية على خلفية التحفظ الذي شهده مونديالو قطر بسبب خطط اللعب المنتهجة لقد انخفض عدد المراوغات في موقف واحد ضد واحد أعتقد أن الأمر يتعلق بالقدرة ما زلنا في مرحلة المجموعات والفرق تتجنب القيام بأية مخاطرات كبيرة ولذلك يتبعون الخطط الآمنة ولاحظنا أنه في موقف واحد ضد واحد يمررون الكرة إلى الخلف وهناك أسباب عديدة تقف وراء ذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولات كأس العالم تم تعيين ثلاثي تحكيم نسوي لإدارة مباراة ألمانيا مع كوستريكا مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة وتكون طاقم التحكمي الفرنسي من ستيفاني فرابار كحكم ساحة بمعاونة نيوزا باك وكارين دياز شعرت بعاطفة هائلة لأنه لم يكن متوقعا بشكل خاص أن يتم اختياري لذلك أشعر بالكثير من الفخر والاعتزاز والكثير من الشرف أعتقد أنني سأضع كل ما حولي في الاعتبار وسيظل الهدف هو نفسه هذا هو الحكم وفقا للأداء على أرض الملعب لذلك سأخذ هذا الأمر بعاطفة هائلة ولكن علي أيضا توجيه ذلك لأنه من الواضح أن الشيء المهم هو الذي سيجري في أرضية الملعب في الحديث عن التحكم دائما أكد رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم جان لوجي كولينا أن الدقائق الكثيرة المضافة خلال مباريات المونديال تندرج ضمن مساعل فيفا لزيادة حجم اللعب النشط لا سيما عند ضياع الكثير من الوقت في بعض المباريات مسألة المباريات التي تدوم لأقل من خمسين دقيقة من الوقت النشط هي مسألة شغلت بالنا لفترة طويلة الجماهير تريد رؤية كرة القدم ويريدون مشاهدة المزيد من الكرة وطلبنا لسنوات من الاتحاد الدولي ومجلس الاتحاد الدولي القيام بأشياء قصد تحسين الآداء وتحسين الوضع الحالي ومحاولت أن تكون فترة اللاعب أطول في المباريات فقد قمنا بالفعل بإجراء متعلق بذلك في مونديال روسيا طلبنا من الحكام حساب فترة توقف اللاعب بدقة وأن يمنح الوقت بدل الضائع عند نهاية كل شوط ولقد تكرر هذا قبل مونديال قطر الحالي إذن مشاهدينك هذا كل ما يتعلق بأخبار المونديال وكخبر أخير في نشرتنا نصب الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس التقنية الجزائري مصطفى بسكري مديرا فنيا جديدا خلفا لعمر شفيق المقال من منصبه شهر فبراير الماضي وتمت عملية التنصيب بسكري ذي الاثنين وستين عاما بصفة رسمية بمقر الفاف بدل إبراهيم بدلا من توفيق قريش الذي سير المديرية بالنيابة في الفترة السابقة وكان قراره تعيني بسكري على رأس المديرية الفنية قد تم خلال اجتماع المكتب الفيدرالي الذي انعقد أمس الأربعاء بالمركز الفني الوطني بسيديموسا كان هذا آخر خبر لدينا أشكركم جزيلا على المتابعة هذه النشرة خدمتكم فيها سهام في التنسيق وأشرف عليها محمد جمال وليلا بن فرحات وأخرجها هيكل قاسمي شكرا لكم اشتركوا في القناة